أنا عايز مش عايز أسيب نادي الزمالك إلا وفيه خبر حصري أعتقد كل جمهور ومتابعي نادي الزمالك وقبليهم النادي الأهلي فتوح مصير فتوح إيه؟ محمد مصلوح عنده خبر حصري أنا أعتقد نحن نديره يعني المايك يعني نديره فرصته وعايز يقول خبر حصري للجميع مضى في النادي الأهلي مضى في النادي الأهلي ده خبر يا جماعة برضو العهدى على لسان الراوي محمد مصلوح بيقول إن كابتن فتوح مضى في النادي الأهلي يعني بنسبة 90% مضى في النادي الأهلي لأنه نفس السيناريو بيتكرر تاني اللي كان مع إمام عشور بيتكرر مع أحمد فتوح من خلال كهرباء وإمام عشور المراضي سيناريو إزاي؟ السيناريو بتاع إمام عشور مختلف تماما؟ لا هو مش هيخرج بره لأن عقده خلصان لكن إمام كان عقده لا في تجاه أن يطلع عارة ستة شهور عشان إزا مالك مش هيتمرن مع الفريق فأنت بدل مصائق عشان الأداء يعني مشكلة مدس متخب تماما؟ عشان يلعب هو متخب عشان متخب يعني كمع لو عايز تقول أنت عشان متخب لا بولك عشان متخب لا لا فالراجل حيروح طيب فهو عشان يلعب في الأمم أفريقيا ممكن إنه هو يطلع ستة شهور لكن هو الحقيقة إنه هو السيناريو أنا بكلمك فيه إن المفاوضات مشيت إزاي؟ المفاوضات مشيت من خلال بداية من أعضاء مجلس إدارة ومنهم محمد الجرحي قعد مع فتوح في قفيف التجمع وكان الكلام ده من فترة طويلة جدا من قبل كمان مجلس إدارة نادي الزمالك ما يبقى موجود الجديد ده من أيام المجلس القابلي والمشاكل اللي كانت موجودة من فتوح مع المجلس السابق فده كانت المفاوضات مشية كده مع تغير المجالس هل في تغير حصل في موقف فتوح؟ لا هو فتوح من أول لحظة هو مصمم أو مكرر أنه مش هيلعب في نادي الزمالك وأنه هو مكرر أنه هو هيلعب بره الزمالك أي أن كان بقى للأهلي لبرامدز اللي كان موجود في الصفقة برضه لأنديها في الخليج لزد المعارض وبعدين رجع انسحب من التفاوض لأنه عرف أن فتوح خلاص قريب من النادي الأهلي فكانت المفاوضات مشية كده وفتوح مكرر من أول يوم أنه هو من قبل حتى كمان ما يخرج من المعسكر والأزمة الأخيرة والكلام ده هو مكرر وبيحط شروط تعجزية أنا عايز عقدي زي أحمد زيزو تعجزية لنادي الزمالك أنا عايز فلوسي مستحقاتي القديمة المتأخرة فالفلوس دي كتير على نادي الزمالك كمان أنا عايز أقولك في نادي الزمالك يعني ما احترامي طبعا لأستاذ أحمد اللي مفيش مدير فني أجنبي هيجي على التيم اللي موجود وفيه إقاف للقيض لأنه وفيه أوهيات لو لويات اللي ميحل أزمة الأزمة الأوة أنا بكلمك حط نفسك لأن المدير الفني الأجنبي مش هيجي لما تحل أزمة الأزمة الأزمة عندك عشان يجي يطور ويطلع الزمالك من الأزمات اللي كان موجود فيها والنرده طبعا يعني نادي الزمالك بدأ يخرج من الأزمات اللي كان موجود فيها من الناحي الفني نتمنى ده نادي الزمالك نادي الزمالك قد في القرى المصرية إذا كان موجود أهلي وزمالك بشكل كويس هيبقى المنتخب بشكل كويس بالنسبة للموضوع حضرتك بتكلم على موضوع المجالس الإدارات والأهلي بالنسبة لأهلي في موضوع فتوح مجالس الإدارات في الأهلي مجالس الإدارات يعني الأهلي والزمالك تغيير مجالس إدارات في الزمالك تغيير مجالس الإدارات في الزمالك بقربها بصيدارات زمالك. بس الاهل مش يخشش تريه زي ما امول. لكن ممكن يجي عرض ترانزيت في دورة سعود الامراض. يعني انا ما خدش منك اللعب ما خطفتوش يعني. اه اه. مش هكتل مباشر من انا. لكن انا اه تتكلم امتى لو اه. انت تتكلم على مين? على فتوح? اه. 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 يعني اصلا انت بتكلم مع تقلين دلوات. مع تقلين علاقات. مع الامور بقت اهدى. اه. 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 اه اه 리 يخش في المفاوضات بشكل مباشر. عشان مانا. بعدش اللفة بتاع كده الا الاهل مش هيتعامل بشكل مباشر. اننا جاءتتفاوض مع الا ايه باخده بسته شهو. ان شت تبقي جامهد ريال. بس هو. السؤال الاهم من دة. يعني مع احترامي للضاكر. اه. هو بيتكلم. اه. 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 كصحفي. انا هحط نفسي مكان تجمهور. هل جمهور الاه لي هيبقى متقبل ان احمد فتوح بعد الازمات اللي عملها في نادي الزمالك. و انجوم نادي الاهل الكدمان. يعني ا في النادي الاهلي او ان النادي الاهلي يشتري احمد فتوح او يضمه بعد الازمات اللي عملها في نادي الزماني بالعكس فتوح صفقة قوية جدا وهيباسوبة للأهل انا متكلمش في النادي بديل امسا هو بتكلم على الحاجة تانية على وجهة نظر الجمهور لا فتوح لو جي الاهلي مع السيس من الاهلي تجيب انت شوف سلوكيات كهرابا موضوع مختلف انا مقدر شخص عليه مصبت زروف الزمالك حاجة انا حاسسنا فيه حاسيات لا لا خاطئ زروف الزمالك حاجة احنا نكلم في الكورة على فتوح واتهامه بعض الاشياء والصفات اللي اثرت علي حتى نفسيا الازمة بين فتوح ونزمالك مش مادية نوبتاعها هي نفسيا طيب منكس اسأل لحاجة النفسي اسمح لي طبعا اسأل السيد احمد عادل حاجة اه بعد اذنك اه شكرك شكرا كزينا اه عامل بحاجة تسأل اسأل زلك حاجة اتفضل الازمات اللي كانت مع المجلس السابق اه يعني في في الزمالك ما بين الفتوح والزمالك لكن الازمات اللي مع المجلس الحالي اه وهم وصل للمجلس الحالي من تقارير عن تصرفات اللاعب امه مش عارف اقول ايه لا اخلاقية مش هنقول ده ماشي مش هنقول بالفعل لا يوجد اي رغبة من ادارة نادي الزمالك في اعادة اللاعب حتى لو ابدأ استعداده للتجديد بس انا برضو اللي انا اللي انا يعني ما نمى الى علمي بعد اذنك ما نمى الى علمي بعد اذن حضرتك ان اه نادي الزمالك كان حاطط شروط ليه عودة فتوح مرة اخرى اول شرط الاعتذار لجماهير نادي الزمالك على مدر منه خلال الفترة الاخيرة ده اول شرط ان هو يقبل التمديد يقبل منضوع التمديد انا اعتقد ان ده تجديد لا التوقيع وبالشروط النادي ان فيه سببات حرائي دي كانت في مرحلة لا ده 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 النهاردة لا مشروطة الكرام ده النهاردة دي من كذا من بعد نهاية من بعد التفجير الازمة على طول وقرر اعرضه للبيع بالفعل تم جلوس قعد معامس قوليه من نادي الزمالك فجئه انه هو عنده استعداد للتجديد زي ما حالك قلت بس هتقولهم تحسبوا لي السنة دي من ضمن سنة التجديد يعني ان لو هاخد 15 مليون جنيه يبقى انا من النهاردة اخد 15 مليون جنيه هو تصاب بيا باحمد زيزو ولا لا هو طبعا ما ينفعش يتصاب لا هو طلب كده ولا لا هو طلب هو بيقول انا مليش دعب احمد زيزو بس انا عايز تقدروني وتعوضوني احنا جماعة احنا فضلين احنا فضلين بياخد 35 مليون في الموسم طلب من اهل مقدم 60 مليون على ثلاث سنين